زراعة أطفال الأنابيب في فلسطين باتت وجها آخر لمقاومة المحتل رغم السجن والسجان حيث تمكن الأسرة من تهريب نطفهم من السجون الإسرائيلية ونجحت زوجات الأسرة في زراعتها تحت إشراف طبي المزيد في التقرير التالي مهند عمار الزبن الذي أسماه الأسرة سفير الحرية أول طفل فلسطيني يولد عبر الحقن لأب خلف القطبان عزز الأمل لدى الأسرة بتحقيقهم حلمهم وتكوين أسر عبر أطفال الأنابيب رغم قيد السجان أربع نساء فلسطينيات نجحنا في زراعة طفل الأنابيب بعضهن تجاوزنا الثلاثة أشهر الأولى من الحمل بعد تهريب النطف من أزواجهن داخل سجون الاحتلال أعلن مركز رزان الطبي في مدينة نابلس عن نجاح الزراعة حالياً في عنا بعد مهند في أربع حوامل في عنا عدد من المرضى بيخطعوا للعلاج وفي عنا عدد بيستنى نتائج الفحوصات وفي مجموعة من العينات عشرات العينات موجودة مجمدة بتنتظر أن الوقت المناسب مشان أجل البدء في إجراءة عملية أطفال الأنابيب في المستقبل القريب ليديا الرماوي زوجة الأسير عبد الكريم الرماوي المحكوم 25 عاماً تحترف الانتظار يمضي الزمن ويرتفع صوت حنين الأم في داخلها فتقرر بجرأة تهريب نطف زوجها المعتقل لإجراء عملية تلقيح صناعي تمكنها من سماع كلمة ماما واحتضان ثمرة حب صادق بعد أن أنجبت طفلة واحدة قبل 12 عاماً بعد قصة مهند فتشجعنا على هذه الفكرة والفكرة أنه محكوم 25 سنة وإلوه 12 سنة تقريباً بالسجن فلما يطلع عمرنا كبير فمشينا بهذه الخطول الحمد لله نجحت من أولاً الله يرضى عليه إن شاء الله يا ربي بتولده موجود عندها إن شاء الله والولد الثاني إذا ما الله فرجهاش عليه في الولد هذا إن شاء الله الولد الثاني هو عندها رغم أن في الاحتلال ورغم قطبان الحديد خرج أطفال الحرية من خلفها إلى الحياة في محاولة لتحدي المحتل الاحتلال يريد قتل معنويات هذا الشعب ويريد قتل الأسرى داخل سجونهم وإننا نقول بهذه الخطوة أن الأسير مهما طال انتظاره فهو بهذه العملية يبكي على حياته وحياة أهله وحياة أسرته الأسرى وذوهم يتفننون في إبراز معنى الحياة للعالم من مدينة رمالة المحتلة فرحز حلقة قناة رؤيا